يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارو ويقول عيسي لا أسألك عن مرم أمي ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني يقول خلاص سبحانه الله العظيم لكل مرئ منهم يوم إذ شأن يغني الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط لأن أراه الله من قبل أراه ملك الموت من قبل ثبته عسى أن يبعثك ربك هذا هو المقام المحمود الثابت الوحيد شوف ما من ملك المقرب ولا نبيل مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام هل هذا رسول يترك لا والله هل ننسى حقوقه علينا يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر والكبير لا يأخذنا لو وصفت لك بيت روح يا مين روح يا سلام تمشي على الهجي تصل للبيت اللي أنا وصفت فما بانه قد وصف لنا طريق السعادة طريق السعادة وذلك يعني أعجبني من خير ما أعجبني ابن القير لما سمى كتابه عن الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح تبدأ اسم جميل فالرسول هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه الصلاة والله هو الذي أخذ بأيدينا فلماذا لا نتنكب الطريقة هذا هو السؤال ما الذي يعطينا ما هو الجتور ما هو تعلمنا يا من أخرت الصلاة عن أخدها إيه ليه أنت يا متمرئة عن الحجاب ليه الفلسفة الكذبة تضحك على الشيخ عمر أضحك برحتك تخضعه الشيخ فلان وشانا إيه تخضعه أنا أخذ فيه عندك أخذ يا سيدة برحتك ثم بعد ثم بعد فلا يابد هذه الحرقات تكون منبهة للأمة أنا أخاف أن ننتقد من هذه الدنيا ونأخذ النظيمنا لا إله إلا الله ربما ترجمة نانسي قناة